المقارنة مع الآخرين هي شيء عادي المقارنة مع الآخرين بطبيعتنا البشرية شيء طبيعي جداً كليتنا مقارن حالنا مع الناس الثانين وهذا من بداية الوجود البشري لأنه إحنا دائماً محتاجين نعرف أنفسنا إحنا وين نقارن نفسنا نقيم نقاط القوة عندنا نقاط الضعف نعرف من هو العدو ومن هو الصديق فإحنا باستمرار في عملية تقييم للأشخاص من حولنا وفي عملية تقييم ومقارنة في نفس الوقت فالمقارنة مع الآخرين بحق ذاتها هي ليست المشكلة خليني أوضح لك أكثر المقارنة تتحول إلى مقارنة سلبية لما تصير مش فقط مقارنة لما تصير حسد وغيرة وما تتحول لغيرة وحسد لما تتحول هذه المقارنة مجرد أنه أنا بنظر لفلان وبشوف إيش عنده نقاط قوة وأنا إيش عندي نقاط قوة ونقاط ضعف وكل هذه الأشياء اللي بتتحول للتفكير أنه لا فلان أحسن مني أنا أقل منه أنا أصغر أنا أضعف هو الأقوى هو الأفضل أنا ما عندي إيش ببلش أنكمش على نفسي وهنا تتحول إلى مقارنة سلبية كل اللي يدور في أذهانهم هذا السؤال هم بيتحدثوا عن المقارنة السلبية لأنه مثل ما أنا بقارن نفسي مع الناس الأفضل مني في مجالات محددة أنا كمان مفروض أني بقارن نفسي مع الناس اللي أقل مني في مجالات أخرى وأشعر بالامتنان أنه الحمد لله رب العالمين يا رب أنه أنا مش بذلك الوضع أنه أنا أفضل بكثير عندي أشياء أكثر أنا عندي في هذا الجانب متمكن أكثر اللهم يعني أدم علي نعمتك وأشعر بالامتنان وكل هاي الأشياء بس هذا ما بيصير إحنا ما بنشكي من هذا النوع من المقارنة وهذا مقارنة فأنا حلو أقارن نفسي مع الناس اللي أقل مني في مجالات وأشعر بالامتنان داخلياً أنه أنا أفضل في هذه المجالات وأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكر نعمه علي بس اللي بيصير إنه إحنا دايماً منركز على مقارنة أنفسنا بالأشياء اللي مش عنا مقارنة أنفسنا مع الناس اللي إحنا في عقلنا منفكر إنه هما أحسن منا وهنا تكون المقارنة سلبية جداً وتتحول من مقارنة إلى غيرة وحسد ومشاعر مدمرة وهنا يا صديقي قبل ما نختم حلقتنا لليوم إذا أنت بتحب تحصل على محاضرة مجانية لتطوير الشخصية وتنمية شخصيتك وزيادة ثقتك بنفسك بإمكانك أنك تحصل عليها مجاناً من موقعنا الإلكتروني على الرابط الموجود في صندوق الوصف بحط لك رابط ويمكن ظهر الآن أمامك على الشاشة اضغط على الرابط وسجل معنا حتى تحصل على هذه المحاضرة مجاناً ولفترة محدودة بشوفك بالحلقة القادمة بإذنه تعالى سلام عليكم سائد يونس